لدينا حدثة لطيفة لما كان قد جرى ما بين شخصية معروفة وذات قدر من أبناء لإمة الطاهرين عليهم السلام وما بين شخصية جليلة القدر من تلامذة لإمة عليهم الصلاة والسلام شخصية من شخصيات كبراء الشيعة الشخصيتان هما زيد بن علي الملقب بالشهيد وأبو جعفر محمد بن النعمان الشهير بمؤمن الطاق أو الأحول جرى بينهما حوار وكان من جملة ما احتج به زيد على مؤمن الطاق هو هذا الأمر الاهتمام اللافت للنظر من قبل أبيه به من قبل أبيه السجاد سين العابدين عليه السلام بولده زيد هذا لاحظوا الرواية قد وردت في رجال الكشه بسندين ولفظين أولهما عن إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ليلا فدخل عليه الأحول فدخل به من التذلل والاستكانة أمر عظيم هو في محضر إمام معصوم عليه السلام فكانت تضطرب حاله من التذلل والاستكانة فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لك وجعل يكلمه حتى سكن ثم قال له بما تخاصم الناس أنت أيها الأحول مؤمن الطاق لأنه كان من المخاصمين أي المتكلمين الذين يكثرون المجادلات يكثرون المناظرات ولذلك مخالفون إذ لم يستطيعوا التغلب عليه سموه ماذا شيطان الطاق قالوا هذا شيطان من يقدر عليه أبو حنيفة كان يغتاض منه كثيرا لأنه كانت بينهما علاقة ودائما كانت مناظرات مساجلات مرة من المرات أبو حنيفة قال لمؤمن الطاق قال له بلغنا عنكم معاشر الشيعة شيء قال ماذا؟ قال بلغنا عنكم أنه إذا مات الميت منكم كسرتم يده اليسرى كسرونها قال له ليش؟ ليش نكسر يده اليسرى؟ قال حتى لما يحشر لا يستلم كتابه بشماله وإنما يستلم كتابه بيمينه ترهات سخافات ومن الطاق يعرف لها النماذج النماذج التي تنحدر إلى هذا المنحدار وتهبط إلى مستوى أنها تروج الأكاذيب والخزعبلات والترهات تحتاج إلى جواب من نفس الجنس وبنفس الأسلوب فقال له مؤمن الطاق قال له مكذوب علينا يا نعمان يعني يا أبا حنيفة ولكن بلغنا عنكم أنتم معشر الناصبة شيء قال ماذا؟ قال بلغنا عنكم أنه إذا مات الميت منكم قمعتم في دبوره ماء ليش؟ قال حتى لا يعطش يوم القيامة على أساس ففورا أبو حنيفة قال قال خلص خلص مكذوب علينا وعليكم خلص واحدة بواحدة فكان يعرف لهم هذا مع العلماء مع المحترمين يناقشهم باحترام وباستدلالات عقلية نقلية كان من كبار المتكلمين والفقهاء أيضا مع أمثال أبو حنيفة وامثال يعرف له فهذا الآن مؤمن الطاق في محضر الصادق عليه السرم جاءه في الليل وقد بدى عليه للطراب إجلالا لمقام الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام الرواية تقول دخله من الاستكانة والذلة شيء عظيم فالإمام كلمه وكلمه حتى سكن ثم سأله بما تخاصم الناس يعني بماذا تجادلهم وتتكلم معهم وتناظرهم قال فأخبره بما يخاصم الناس ولم أحفظ منه ذلك الراوي يقول إسماعيل بن عبدالخالق يقول هو قال بماذا يخاصم الناس وكيفيته أو كيفية هذه المخاصمة ما هي الحجج التي يستعملها ما هو الأسلوب الذي يستعمله لكن يقول أنا لم أحفظ ذلك فقال أبو عبدالله عليه السلام خاصمهم بكذا وكذا بدأ الإمام عليه السلام يعلمه كيفية المخاصمة أو المناظرة أو الجدال بالتي هي أحسن بشكل صحيح لأنه من تلامذة الإيمان زين هنا الآن محل الشاهد يقول وذكر أن مؤمن الطاق قيل له ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علي في محضر أبي عبدالله عليه السلام قال قال زيد بن علي يا محمد بن علي بلغني يعني يا هذا مؤمن الطاق بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة قال قلت نعم وكان أبوك علي بن الحسين عليهما السلام أحدهم فقال انتبهوا وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار قال قلت له القائل أبو جعفر الأحوال مؤمن الطاق قلت له كره أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة ولا لله فيك المشيئ فقال أبو عبد الله عليه السلام أخذته من بين يديه ومن خلفه فما تركت له مخرجا قبل أن نشرح لننتقل إلى اللفظ الثاني إلى الرواية الثانية عن أبي مالك الأحمسي قال حدثني مؤمن الطاق واسمه محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحوال قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل زيد بن علي فقال لي يا محمد بن علي أنت الذي تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفا بعينه قال قلت نعم كان أبوك أحدهم قال ويحك فما كان يمنعه من أن يقول لي فوالله لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدني على فخذه لاحظوا حتى ترجعوا لتلك الرواية التي صدرنا بها البحث فيقعدني على فخذه ويتنافر ويتناول البضعة أي القطعة من اللحم فيبردها ثم يلقمنيها أفتراه كان يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حر النار قال قلت كره أن يقول لك فتكفر فيجب من الله من الله عليك الوعيد ولا يكون له فيك شفاعة فتركك مرجا لله فيك المشيئة وله فيك الشفاعة هاتاني روايتان بسندين بلفظين وردتا عند الكشي لنلاحظ رواية ثالثة بسند ثالث ولفظ ثالث عن الواقعة ذاتها ولكنها وردت عند الكلين في الكافي بسنده عن أبان قال أخبرني الأحول أن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام بعث إليه وهو مستخف يعني لما كان زيد مستخف من أعين الظالمين لأنه يحضر للثورة عليهم يقول بعث إلي زيد بن علي وهو مستخف قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا يعني منا أهل البيت وطرقك في الليل طرق عليك الباب مثلا يعني طلب منك أن تنضم إليه أن تنصره أتخرج معه قال فقلت له إن كان أباك أو أخاك خرجت معه إذا أبوك زين العابدين أو أخوك الباقر عليهم السلام أنا مستعد للخروج يعني شون معنى معاك أنت أنا مستعد للخروج مستعد لهذه الحركة السياسية الثورية التي أنت تصبو إليها قال قلت له إن كان أباك أو أخاك خرجت معه قال فقال لي فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم بني أمين فاخرج معي قال قلت لا ما أفعل جعلت في ذلك قال فقال لي أترغب بنفسك عني قال قلت له إنما هي نفس واحدة فإن كان لله في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك وإن لا تكن لله حجة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء قال فقال لي يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقم ني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفاقة علي ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به فقلت له جعلت في ذاك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النار وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار ثم قلت له جعلت في ذاك أنتم أفضل أم الأنبياء قال بل الأنبياء قلت يقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد لما لم يخبرهم حتى كانوا لا يكيدونه ولكن كتمهم ذلك فكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك قال فقال أما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدينة أي الإمام الصادق عليه السلام أني أقتل وأصلب بالكناسة كناسة الكوفة وإن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي يقول فحججت هذا مو من الطاقة يقول تحججت واتجهت إلى الحج فحدثت أبا عبد الله عليه السلام بمقالة زيد وما قلت له فقال لي أخذته من بين يديه ومن خلفه وعيمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسل كي يسلكه موسيقى